بوبيو التقى رئيس الوزراء حمدوك والتقى أيضا البرهان هل لديكم رؤية في قضية أن يلتقي الرجلين أم هو أمر عادي حتى إذا كان عمتبار البوهان رئيس تشريفي أصلا هل درجة العادة على مقابلة أيضا الرؤساء تشريفي؟ هي عادية وخاصة وزير الخارية الأمريكي هو لأول مرة تقريبا بعد عبدين منذ 2005 آخر كندليزا رايس كانت التي زارت سويا فهي من حيث عادية الآن أيضا لاحظنا بي أحمد التقى معه حمدوك والتقى معه فهي يبدو عادية وفي نفس الوقت أيضا إذا أردنا أن نتكلم بشكل أكثر وضوحا فالذي على الأقل كان عنده الاستعداد والقابلية للتعامل مع الملف الأساسي الذي جاء الآن بومبيل لتفعيله هو ملف التطبيع والرجل الذي يمثله الآن في المكون السوداني هو البرهان في هذه اللحظة للأسف الشديد في قضية البرهان وأنه الأكثر ميلا ذكرتم أن حمدوك قال بأنه غير مفوض نرجع للسؤال البرهان من أين اتسب التفويض الذي يمنحه الصلاحية أن يذهب ويقابل نتنياهو والله هذا سؤال كبير حقيقة يعني سؤال يجعل على الأقل الجلسة نفسه ومشروعيتها يعني في إشكال كبير جدا إذا كانت الحاضنة السياسية لم تفوض أحد بل عبرت الآن بشكل واضح أن هذه المرحلة لا تعنيها بأي شكل أشكال والقوات المسلحة شرائيته شرائية التحالف أو شرائية الوثيقة وإلا لا شرائية حقيقية الآن لقوات مسلحة أن تتسلم على الأقل ملف السودان وإلا صنفت في الحالة التي جاء فيها البرهان أنها حالة انقلابية لولا أن المسألة تحولت إلى تستدعي المحاكمة مثل ما يحاكم البشير في قلب السودانية هي في حقيقتها كانت هكذا يعني ولكن واضح جدا الآن السؤال هل الآن سيتشبس البرهان بهذا اللقاء ويعتبره اللقاء يؤسس عليه ويبنى عليه وهل ما جرى وبني عليه هنا للقضايا بنيت على هذا الموقف منها الآن سفر الطائرة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم والسماح للطيران الإسرائيلي العبور على الأقل عبر الأجواء السوداني كل ذلك هل سيتم النظر فيه أم أن القضية خلاص السيف وقع على الرأس نعم